رغم الضغوط وشيء من التفاؤل لا تزال صفقة غزة طي التعقيد كلا الطرفين رفض حلولا ومقترحات طرحت على الطاولة بحسب مصادر مطلعة الأمر الذي انتهى بمغادرة كلا الوفتين من القاهرة وتمسكهم بمواقفهم في المفاوضات إلا أن الفرق التقنية لم تغادر بعد على أمل إيجاد حل للقضايا العالقة بين كلا الطرفين المفاوضات مستمرة لأيام وفق مسؤول أمريكي كبير ولكن ماذا عن القضايا العالقة؟ أهمها محوري فلادلف وممر نتسارين البدائل التي طرحها الوسطى لم تقبلها حماس ولا إسرائيل أيضا مصير معتقلي حماس نقطة خلاف أخرى إسرائيل تحفظت على العدد الذي طالبت حماس بالإفراج عنه كما اشترطت خروجهم بشكل كامل من غزة بعد الإفراج عنهم ولكن هل الاتفاق وشيك؟ القيادي في حماس أسامة حمدان قال إن الإدارة الأمريكية تزرع أملا كاذبا بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر